شهد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني فتح مظاريف مناقصة المرحلة الأولى لمشروع طريق تريم القفة الممول من حصة حضرموت من النفطة بحضور وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وشهد المحافظ بتجربة السلطة المحلية بالوادي والصحراء في إعلان المناقصات وفتح مظاريفها موجها بنقل هذه التجربة إلى ساحل المحافظة والاستفادة منها وتعميمها ويمتد طريق تريم القف في مرحلته الأولى والثانية لمسافة 65 كم ويبلغ طول المرحلة الأولى من 14 كم ستنفذها مجموعة العمود للمقاولات اشتركوا في القناة